أستاذ حلمي اشتغلت مع الفنان هاني شاكر ومع مصطفى كامل إيه الفرق ما بين الاتنين؟ في الإدارة بصي بحر أنا عارفة أني مصطفى كامل طبعا صديقك وعشرة عمره ويعتبر عاملك أغلب أغانيك وألحان طبعا فأنا بحر عايزة أدخل في حيطة الجزئية ما بين أستاذ هاني شاكر ومصطفى كامل الأسئلة اللقيمة ديها بصي هو الإدارة دي حاجة وإنك تكون فنان دي حاجة تاني أستاذ هاني شاكر لا يختلف عليه اتنين إنه هو قيمة فنية كبيرة جدا وقيمة أخلاقية كبيرة جدا فعلا يعني أنا عشرة الأستاذ هاني حد جميل وحد محترم جدا وحاجة يعني مفيش كده فنان يعني أنا مش هستنى يعني الناس مش هتستنى رأيي فهاني شاكر طبعا خارج التقييم طبعا هاني شاكر ده محتة القيمة الفنية إنما كإدارة يعني ما بقى كإدارة دي بقى اللي احنا بنركز عليها لا كإدارة طبعا مصطفى كامل الموضوع تاني خالص 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 غير كتير في النقابة غير كتير في كل حاجة يعني مصطفى كامل يملك من الجرأة إنه إنه يعمل أي حاجة بصرف النظر إيه نتيجتها بس طالما في صالح الناس وفي صالح النقابة وفي صالح أعضاء جمعية ما بيعملها أيا كانت النتيجة يعني نقدر نقول بقى أن الفنان مصطفى كامل تفوق على هاني شاكر في الإدارة طبعا صراحة تصريح رسمي أنا طبعا يعني أنا كعدو كعدو في جمعية عمومية يعني أنا بقول كعدو جمعية عمومية وليس عدو مجلس لا أنا كعدو جمعية عمومية هاني مصطفى موضوع كبير قوي بصراحة يعني أنا هو عشرة عمري من أول ما بدأت الفن لغاية النهاردة بس لما اشتغلت معنا قابة لا موضوع بجد أنا مسمي الرجل الفلازي اختلف بقى كمان عن صدقتكو كارتباط فني ارتباط فني وإنساني وإنساني أكيد كنا أصدقاء العائلية يعني نروح البيت وهنا وهنا ومرات ومرات وكده إنما لما كمان اشتغلت بقى معنا قابة لا موضوع أنا مسمي الرجل الفلازي لا يهدأ ولا ينام اللي 24 ساعة بيحب شغله جدا جدا وعايز أقولك إنه على طول متوتر وعلى طول عايز يعمل مش عارف إيه ده ده خلنا المعاشات زود معاشات زود زود علاج زود مش عارف إيه طب ده حلو جدا ده حلو طبعا ده شيء جميل إنه هو بيخدم النقابة بيخدم أعضاء النقابة أنا كنت في المرحلة في الفترة الأولى أنا كنت ماسك رئيس لجنة الخدمات الخدمات اللي هي مخول لها المستشفيات ومراكز التحليل مش عارف إيه 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 اللي جان تببية واجتماعية مزبوط كده كل حاجة فلما مصطفى قال لي بص أنت لما تلاقي حد فعلا محتاج وما ترجع ليش خد القرار من نفسك ده تصفيح يعني خلاص كده أنا بقولك أول مرة يعني أول مرة أن نتكلم في حاجة زي إيه لا بجد موضوع تاني خالص خالص وأنا لو كنت بحبه زمان إراد فأنا بحبه ألف إراد دلوقتي وإحنا طبعا كلنا بنحبه بجد والله يعني حاجة أنا لما بفتكر اللي بيعمله ولما بروح له هو قاعد نايم صاحب يفكر طبعا بنعمل إيه حلمي هو طبعا أنا المقرب ليه يعني كصديق يعني فدايما بيفضفض معايا يعني يقول لي أنا نفسي كده أحمل مش عايف إيه طب ما تيجي نعمل للمدارس ندي يعني حاجة للناس اللي عندهم ناس في المدارس أقول له مية مية ما تيجي نعمل مش عايف إيه المولد إيه فعايز أقولك بيفكر عايز يقدم خدمات كتيرة طبعا بيفكر لـ 24 ساعة ترجمة نانسي قنقر